جوارية تتحول إلى أطلال في بوزرع بالعاصمة حيث تحولت الملاعب الجوارية إلى خراب ومكب للنفايات وذلك بسبب الأشغال قبل ثلاث سنوات من اليوم كانت هذه المساحات عبارة عن ملاعب جوارية تجمع شمل أبناء حي باراناس في متنفس لممارسة الرياضة وتنظيم الضوارات الكروية لكن مع انطلاق مشروع الطريق العابر لوادي باراناس نحو مركز بوزرع تحولت هذه المساحات إلى خراب في 2012 جاءت مصالح الري في إطار تحضير لإنشاء طريق باراناس إلى بوزرع المركز قامت مصالح الري لولايات الجزائر بأشغال إلى أنها أفسدت كل شيء أفسدت الملاعب ثلاثة لابناتهم الدولة بمبالغ كبيرة جدا ملاعب الأمس أصبحت اليوم أوكارا لشرب الخمور وطعاط المخدرات ومصبا لنفايات أشغال المقاولين بعدما كانت مكانا محترما يجمع الشباب وعائلاتهم تنقلنا إلى بلدية بوزرع للاستفسار عن وضع هذه الملاعب فوضح لنا القسم التقني بأن البلدية تلقت عدة شكاوى وهي في انتظار انتهاء مصالح الأشغال العمومية من الدراسة التقنية للطريق الجديد لمباشرة أشغال إعادة تهيئة الملاعب بالعشب الإصطناعي عند مطالبتنا بالحصول على تصريح حول الموضوع أفادتنا ذات المصالح أن رئيس البلدية غائب فغاب معه التصريح هذه الحالة نموذج صغير لمشاريع عدة صرفت عليها الدولة الملايير ليكون مآلها الخراب انتقلت عميدة المسرح والسينما